السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الشيخ قوشلت إنشاء الله فتر صدقات رألو رمضان عين عياق توسط رألو إنشاء الله سواق بيرت نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سياة عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبد الرسول أما بعد نتكلم بإذن الله تعالى أولاً كلمة بسيطة عن زكاة الفطر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعليك 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 بسم الله الرحيم أولاً كلمة بإذن الله نستطيع الآن من اليوم نخرج زكاة الفطر هذا جائز لكن أفضل وقت أننا نخرج زكاة الفطر بعد صلاة الفجر يوم العيد أولاً كلمة أولاً كلمة أولاً كلمة أولاً كلمة أولاً كلمة أولاً كلمة لابد أن يخرج زكاة الفطر أولاً كلمة أولاً كلمة أولاً كلمة أولاً كلمة أولاً كلمة لا السنة أنك تأكل قبل صلاة العيد يعني بعد صلاة الفجر تأكل تمارات لماذا حتى لا تصغم في هذا اليوم يتحقق طعام الإنسان قبل صلاة العيد في تلك السنة صلاة العيد أولاً كلمة نعم نهاني 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 نعم فهذا العيد الأصل أننا نظهر فيه يعني الشكر لله سبحانه وتعالى والفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذا الفضل وهو سيام شهر رمضان يوم العيد لا يصام لكن بعد العيد نستطيع أن نصوم ستا من شوال ستتا تأيام أيضا نكبر إذا جاء الإعلان بأن العيد غدن مثلا إذا أعلن عندنا بعد الصلاة المغرب نكبر نكثر من التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد نعم تقدم أنه لا يحدث أن الله س estimated. نعم هذا هو الله أعلم وصلى الله على نبيه محمد وعليه وصحبه وسلم وجزاكم الله وخيره نعم هذا هو الله أعلم وصلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم إذا كان عليكم هذا من رمضان يقضي أولا ثم يصوم ستم شوال نعم 6 ada جانب العام لأتوسن المصق لأتوسن المصق الذي أحدث في رمضان هناك من 6 ينس Robert's office أولا عدد العام لأسفة أولا عن عدد العمضان نعم وقل لهم عندنا تصحيح التلاوة، إن شاء الله عندنا نعيد اليوم مع الأستاذ محمد تصحيح غراة تتحى على مجموعاتنا في التليغرام نعم 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 يا شيخنا، بالنسبة لأرملة يا شيخنا هل لها أيضا إخراج زكاة الفطر؟ قلنا كل مسلم يجب على إخراج زكاة الفطر صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو أرملة نعم، يجب على إخراج زكاة الفطر عن نفسها هل يجب على إخراج زكاة الفطر؟ لا، لا يخرجها نقود، يخرجها كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم طعام وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج طعام، لا يخرجها نقود لكن كما قلنا ممكن يدفع إلى الجمعية، يدفع لك مثلا أنت ويقول أنت اشتري نقود ويعطي الفقير يا صح أما نقود للفقير لا، لابد من طعام رز، قمح، شعير، زبيب، وتمر سيكون يعد كان الإخصة من السعاطي علم المصاريけ من السعاطي، حسنا لك كانوا يحرادين لك كانوا يعدون بردون الجمع سيسترطا بالكترnn، يعدونian الزوانية سيكون هذا الناس من السعاطي، هيا مكمل يحمي الزوانية من السعاطي، تعقل الصالحي أولا أهداف بحض الشعالة في المصاري، المترجم للقناة ينهي هذا الذي كان في فلسطين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وذل الكفر والكافرين آمين والله أعلم صلى الله عليه نبيا محمد وعلى وصحبه وسلم جزاكم الله خير سلام عليكم ورحمة ورحمة وبركاته